معي مباشرة من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا ومرحبا بك زياد استكمالا لكل الرسالات السابقة وعندما أشرت سابقا إلى أن عقد مؤتمر صحفي بين القيادات الرئيسة الإسرائيلية كان صعبا اجتمعوا في مؤتمر صحفي وتحدث هيرتس هيريفي قبل قليل عن أن العملية العسكرية تحقق أهدافها وما إلى ذلك إلى أي مدى أصبح هناك شيء من التوافق داخل البيت الإسرائيلي تجاه الحرب على القطاع أولا هناك دعنا نشير إلى أن هناك إطلاق صواريخ إضافية الرشقة الثانية منذ ساعات الصباح على مستوطنات قطاع غزة على الأقل يحاولون في إسرائيل الإحاء بذلك لكن توجد خلافات هذا لا يقول الكثير هذه ليست المرة الأولى التي يخرجون فيها الترويكا كما باتوا يسمون في إسرائيل نيتنياهو وغالنت وغانس في مؤتمر مشترك هذا طبعا له أهداف معينة ولكن في إسرائيل يدركون والأعلام الإسرائيلي يتحدث طوال الوقت عن وجود الكثير من الخلافات وعدم الانسجام بين هؤلاء الثلاثة أقله بين جالنت ونيتنياهو وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي هناك خلافات شخصية أيضا وليست فقط تتعلق بالحرب على قطاع غزة وبالتالي هذا كله يؤثر على أهل داء بالأمس كان هؤلاء تحت مواجهة مباشرة مع عائلات الأسرة جرى مهاجمتهم بقوة من قبل عائلات الأسرة التي اتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تقصف الأسرة في قطاع غزة في الوقت الذي تقصف فيه مواقع لحماس وما إلى ذلك وبالتالي هذا الأمر هناك الكثير من التباين الآن مع الشارع الإسرائيلي الذي يريد من الحكومة الإسرائيلية الذهاب إلى أي صفقة جزئية كلية مع حماس لإطلاق صراح المزيد من الأسرة الإسرائيلي أيضا في أي سياق يمكن وضع كل ذلك في إطار ما يرشح من الإسرائيليين عن أن هذه العملية أو هذه الحرب سوف تستمر حتى يناير لتتحقق أهدافها لتكون محاولة لتحقيق هذه الأهداف عمليا هناك من بعض المراقبين باتوا يتحدثون عن هذه الأهداف لأنها شعارات أيضا وليست أهدافا فقط لكن بدون أن نشك بأن إسرائيل تحتاج وقتا غير قليل للاقتراب من تحقيق هذه الأهداف من حيث القتال في المناطق في الجنوب ذروة هذه الحرب هي في خان يونس عمليا ستصل لم تصل بعد ولهذا إسرائيل تتوقع أن يكون هناك أسابيع من القتال الصعب جدا في تلك المنطقة ولهذا عمليا إسرائيل أصرت على المرحلة الثالثة من العملية البرية رغم الضغوط الأمريكية والدولية لمنع ذلك الإعلام الإسرائيلي كان دائما يقول بأنه لو لم تقم إسرائيل بمحاولة احتلال الجنوب وحخان يونس تحديدا يمكنه أن تعلن رسميا الهزيمة في الحرب زياد قلت أن هناك رشقات منذ السابع من أكتوبر حصل نزوح عندما تحدث عن الإسرائيليين مستوطنات الغلاف إلى الداخل ما دقة الأنباء التي تتحدث كذلك عن أن هناك ذعر وهناك توجه لسكان المستوطنات لربما للقيادة العسكرية أو للقضاء بسبب عدم الحصول على الأمان بسبب استمرار هذه الرشقات لا يتوجهون إلى المحاكم للحصول على الأمان في إسرائيل هذا أمر واضح ولكن بدون أن نشك بأن هناك الكثير من الغضب لدى سكان جنوب إسرائيل تحديدا الذين طبعا تم تهجيرهم ونزوحهم من المناطق الجنوبية إلى وسط إسرائيل أولا لأنهم ما زالوا غير مقتنعين بإمكان العودة أساسا للمنطقة الجنوبية وهم يقولون ذلك بشكل واضح يعني كل قادة أو رؤساء المستوطنات في المناطق الجنوبية أوضحوا للحكومة الإسرائيلية بأنهم لن يعودوا إلى تلك المناطق إذا لم تتغير المعطيات في غزة دراماتيكيا عمليا لجهة إنهاء قدرة حماس على تهديد المناطق الجنوبية وتهديد إسرائيل لهذا في إسرائيل يتحدثون عن قد تمر شهور كثيرة وبدون علاقة حتى الانتهاء هذه الحرب قبل أن يبدأ هؤلاء في العودة الحقيقية إلى المناطق الجنوبية شكرا جزيلا من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أعطيك العافية شكرا 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 شكرا